موسيقى السلام عليكم شباب شباب محاضرتنا اليوم راح نكمل بيها نحل بعض المسائل والامثلة اللي تخص لترافك انتينسيتي واللي طرقنا اليها بالمحاضرات السابقة شباب مثل ما جايش شوفون بهذا المثال قدامكم يقول لك يعني اكو وايرلس نيتورك كل سبسكرايبر بيها او كل مستخدم يعني يسوي اتصالين او يولد اتصالين بالساعة الوحدة اوكي للترافيك انتينسيتي للسبسكرايبر الواحد for user سبسكرايبر الواحد traffic intensity for user احنا نعرف قانون للترافيك انتينسيتي هو لندا في الاتج اوكي وقلنا اللندا هو شنوه هو أفرج المكالمات أفرج عدد المكالمات بالساعة الوحدة اوكي فهو أصلاً قاية اللي بالسؤال السبسكرايبر الواحد دايقول لي مكالمتين بالساعة فإذن أكتب مكالمتين ينظروا في أوكي أفرج الوقت بالنسبة للمكالمات هاي اللي هو جقد دايقول لي 120 ساكند أنا لازم أحسب الوقت بالساعة فأقسم على 3600 رح يطلع لي 0.0667 أيرلانجز وبالطبيعي طبعاً بالسؤال ما طالب مني ما طالب مني أنه أحاول إلى CCS لكن احنا اتفقنا قلنا بكل سؤالي خص الـ Traffic Intensity أستنتج الـ Traffic Intensity بالأيرلانجز وبالCCS شون رح أحاول إلى CCS أضربه في 36 هذا المثال نجي نشوف المثال الآخر شباب هذا عدنا مثال آخر The Traffic Intensity in Airlang and CCS دايقول لي أحسب The Traffic Intensity بالأيرلانج وبالCCS طبعاً هاي عدد المكالمات نلاحظها صارت خلال 120 دقيقة 8 مكالمات كل مكالمة الدوريشن مالتها دوريشن مالتها صار هذا 58 سكند ننتبه على هذا طبعاً هنانا الحرف لو أس يعني سكند أم يعني منت أوكي شباب أتش يعني أور فهنانا نلاحظ أول شي لازم نحسب Average التايم اللي هو الأتش أوكي اللي هو 120 على شقد على 60 اللي هو رح يطلع لي 2 أورز أوكي يعني خلال ساعتين هو كأنما ظلي راقب هذا اللاين أو هذا الخط فترة ساعتين زياني اللندا اللندا هو شنوه هو معدل عدد المكالمات بال فترة هاية اللي عندنا ساعتين إذن أنا كم مكالمة عندي عندي 8 مكالمات أوكي خلال جمعت هالثمان مكالمات خلال ساعتين إذن نقسم 8 على 2 رح يطلع لي 4 call يعني 4 اتصالات بالساعة الواحدة ونجي نحسب ال H شو رح يكون ال H أجمع أوقات المكالمات كلها أوكي وأقسمها على عددها أجمع أوقات المكالمات هذا وقسمها على عددها رح يطلع لي 76 0.8 7 5 second لننسى أنه هاي الوحدة هنا أنا second ليش لأنه duration ما لل calls لكل call هو بنطينيا بالجدول second لكن أنا ما أقدر أستخدم بالقانون seconds إلا أكون حول إلى hours أوكي عن طريق أقسمها على 3600 فرح يكون هذا الرقام أقسمها على 3600 وأضربه في لندا رح يستنتج 0.08 5 4 2 Erlangs أوكي شباب من أجي حولها إلى CCS تعلمنا نضربها في 3600 شباب في هذا الفصيل نفض موضوع آخر مهم أريدكم تنتبهوا له أوكي اللي هو موضوع sectoring أو sectorization اللي تكلمنا عنه بعض المحاضرات ممكن نداوم وموضوع السيل سفليتينج السكترينج هو شنو شباب السكترينج هو أنا أجي أقسم أوكي الأنتينة ماتي إلى 3 سكترات أو إلى 6 سكترات أوكي يعني شوف تعريف السكترينج شنو يقول لك Is the technical for decreasing co-channel interference هاي التكنيكو يعني صارت حتى شنو تقلل co-channel interference by using directional antenna لاستخدام directional antenna يعني الانتينة الموجهة اللي هي السكترات A single omnidirectional antenna at the base station is replaced by the several directional antenna يعني بو كان ما أحط omnidirectional antenna استبدلها شنو ب عدة directional antenna يعني عدة أنتينات موجهة و each radating within the specified sector وكل واحد أوجه بالاتجاه معين يعني إذا تجون تلاحظون شباب هنا إذا نشوف هنا شباب بهذا الشكل هذا القدام يعني هاي سيل بيها سكتر موجه به الاتجاه فيبث هذا السكتر يبث بزاوية 120 أوكي السكتر الآخر رح يكون موجه به الاتجاه فيبث بزاوية كذلك 120 والسكتر الآخر يبث هنا فكأنما هاي سيل مقسمة إلى شنو إلى ثلاث سكترات أو ثلاث أجزاء أوكي أكو موضوع آخر اللي هو السيل سيبلتين أكي السيل سيبلتين أقول لك إن the process is the process of subdividing السيل يعني يحيج يقسم للسيل إلى سيلات أصغر إلى smaller سيل السيل الوحدة أجي أقسمها إلى smaller سيل with each one base station بال base station الوحدة and corresponding reduction in antenna high طبعا نكون نحط بالحسبان أنه ارتفاع الانتينة هو جيد أوكي والترانزميتر power كذلك هذه هي هم أنا وحدة من الطرق اللي شنو اللي سوي لي improving capacity يعني يجيك سؤال شباب نتبهو هو أما رح يجيب لكم مثلا عرف لي اياهن أوكي عرف السكترينج أو عرف السيل سبلتينج أو مثلا اختيارات تجيك أذكر لك آني هذا التعريف وقل لك هذا سكترينج لو سيل سبلتينج مثلا هي تشي أو شوف هذا السؤال يقول لك how can improving capacity in سيلر سيستم شلون رح تقدر تطور أو تزيد الكباسيتي ما للسيلر سيستم يعني رح نزيد الخدمات الوائر لس لأدنى ونطينا الميزات مالتها يقول لك هي التكنيكو مثل السيل سبلتينج والسكترينج هي اللي ساعدنا ب improving أو expand the capacity of سيلر سيستم إذن هاي الطريقتين السكترينج والسيل سبلتينج هي اللي ساعد لي أنه أزيد الكباسيتي مالتي للسيلر سيستم كذلك نجي نعرفها كل واحدة تعريف مثل ما هسا ذكرناها وعرفناها بشكل واضح الزين هسا نشوف شباب هذا المثال قدامنا أوكي هذا المثال هو مشابه لمثال آخر احنا درسنا ممكن بالمحاضرات السابقة لكن هنا صار اختلاف بالأوقات أوكي واختلاف بالperiod يعني الفترة اللي أنا ظليت أراقب بيها أو أسوي record data على fed line أو خط معين نعنج دي قلي بالسؤال يقولي كم ثمان ساعات from day 9 إلى الخمسة يعني من التسعة اي ام تسعة الصباح إلى الخمسة بي ام إلى الخمسة العصر أوكي هو ظلي راقد هذا خط التليفون حتى يحسب يشقد عدد المكالمات ويقدر يشوف الترافك انتينسيتي ما له فيقول لك شون نقدر نلقى الترافك انتينسيتي إذا احنا جمعنا هاي المعلومات اللي متوضحة عندك بالجدول أولا during the 8 hour period يعني إذا عندي خلال هاي الـ 8 ساعات جمعنا مكالمات إذا نجي اللاحظ بالجدول أنا جامع بالجدول الـ 11 مكالمة كل مكالمة جا تبدي بوقت وتنتهي بوقت وفترة المكالمة شقد وننتبه هنا لازم نشوف ها minute لو second لو hours فهنا ندع شوف كل دقي كل الاتصال هو بالminute فهنا هاي ثلاثة منت للاتصال الأول وعشرة منت للاتصال الثاني وهكذا فأول شي نجي نحسب لترافك انتينسيتي طبعا نعرف احنا قانون لترافك انتينسيتي هو لندا في الـ H فأول شي لازم نحسب لندا لندا هي عدد المكالمات على الوقت اللي تم جمع بهذه المكالمات يعني 11 مكالمة على 8 اللي هي 8 ساعات اللي تم بها جمع هذه المكالمات زين استنتجنا انه لندا تطلع لي 1.375 زين من نجي نحسب الـ H شلون نحسب الـ H عن طريق جمع اوقات المكالمات هاي كلها ونقسم ها على شنو على عددها فجمعنا الى اوقات هاي طلعت لي 100 دقيقة 100 منت قسمناها على عددها ومن ثم قسمناها على شنو على 60 ليش حتى دحول المنت الى ساعات فطلعت لي 0.1515 hours بهالحالة صار عندي متوفر اللندا صار موجود وصار عندي كذلك الـ H فاضح عندي وموجود فاقدر اجي انفذ قانون لترافك انتينسيتي اللي هو اللندا في الـ H كذلك رح يطلع لي بالـ Airlangs وقدر احاول الى CCS عن طريق اضرب في 6 و 30 في زين اكو مطلب اخر بالسؤال شباب انتبه يقول لك اريد لـ Traffic Intensity During Busy Hour زين الـ Busy Hour هو يقول لك الـ Busy Hour يحدث بين 2 PM الى 5 PM يعني من الساعة بالثنتين الظهر للساعة بالخمسة العصر اوكي من 2 PM الى 5 PM يعني كم ساعة الـ Busy Hour هو ثلاث ساعة فنجي اللاحظة الجدول شباب نجي مباوة من يا ساعة بيا اتصالي يصير الساعة بالثنتين بالاتصال الثامن اذا نجي اللاحظ بالاتصال الثامن يصير الساعة بالثنتين لأن الاتصال السابع كان بـ 12 وانتهى بـ 12 ودقيقتين فالاتصال الثامن الوراء صار الساعة بالثنتين وانتهى 22.9 دقائق وانتهى 24.14 دقيقة يعني 5 دقائق كانت فترة الاتصال وبعدين اباوع الاتصال التاسع بتلاثة إذن بعدنا خلال هاي الفترة من الفنتين للخمسة وانتهى بـ 3.5 الاتصال العاشر تشوفوا من الاربعة للاربعة ونص وخمسة اتصال 11 من الاربعة وثمانية وثلاثين دقيقة إلى اربعة وثلاثة واربعين دقيقة يعني إذا جاي اللاحظ خلال هالفترة من الفنتين إلى الخمسة صار عندي كم اتصال صار عندي أربع اتصالات انتبهوا لشباب صار عندي أربع اتصالات هاي الاتصالات هسا اللي جاي شوفوها قدامكم هي اللي صارت من الفنتين إلى الساعة بالخمسة فمن نجي نحسب لترافيك انتين سيتي نحسب لهذه الاتصالات فقط يعني عندي أربع اتصالات وعندي هاي الأوقات فقط فمن أجمع الـ H أجمع هذني فقط الأوقات ومن أجي أحسب اللندا أحسب فقط على هاي الأربع اتصالات فذا نجي نشوف شباب الحل يقول لك الأوقات شون أحسب الـ H أحسب الـ H أجمع الأوقات مع هاي الأربع اتصالات وقسمها على عدد الاتصالات اللي هنا أربعة فراح يطلع لي بالمنت طبعا بعدين أقسم على ستين يطلع لي بالأور زين اللندا شون اللندا أجمع شم اتصال عندي عندي أربع اتصالات خلال اش قد جمعت هاي الأربع اتصالات خلال اش قد جمعت هه هو ده يقول من الفين تين لل خمسة إذن أنا خلال ثلاث ساعات جمعت هاي الأربع اتصالات أوكي فأجي أقسم اللندا هي أربع اتصالات على وقت اللي جمعت بي اللي هده أقدر أحسب الـ Traffic Intensity بالـ Busy Hour اللي هو رح يصير 0.327 بالـ Air Long وكذلك أقدر أحسبه بالـ CCS من أجي أضرب في 36 شكراً لكم شباب